ده محمد صلوح خلاص على فين طريقه كريستانو نالضه طريقه فين يعني الناس راجد يعني بيشجع مونشستانو نالتد وبيعاني طريقه مونشستانو النهاردة كلام كله عن كريستانو هيمشي فين بقى اه لا مش فين مصد كلامه اه يروح فين بالزبط يعني خلاني ناخد كده عنديت أوروبا نادي نادي سيتي عنده هلند والفاريز ليفربول عنده نونيز أرسنان صعب انه يدريت فعلات بزايدة توتنا من نفس الكلام تشيلسي هو النادي الوحيد الذي يمكن يقدر يجيب روندو فعلا كان في كلام عن اجتماع بين رئيس النادي ملك النادي الجديد وما بين خرخي ميندز لنقاش الكلام ده اعتقد ان نديله حصلتها ساقطة كبيرة في تاريخ روندو ويروح النادي تاني في البريمير ليج في اسبانيا ريال مدريب مفيش ليه؟ ليه مراشتاي اهتدي ليه ساقطة كبيرة في كيستان ويروح النادي بريمير ليج عشان انت بتشغل منشستر لا عشان علاقته بجمال منشستر لما لمبارد عملها لمبارد عملها بس انا شخصان ما صورش النواعي يعني صورش انه بعد كل ده نواعي ذا من الدفقته في سن 38 سنة ولكن ده اوبيشن متاح طبعا وفي الناحة الاحترافية اوبيشن موجود في اسبانيا ريال مدريد طبعا مع وجود فلورنترين و بريزن الموضوع مستحيل برشلونة مش عارف يتفع راتب بلاعبته عشان يجيب لعب راتب كبير يوفي في ايطاليا الموضوع مقفول انتر عنده يرجع لوكاك وعنده لوطار و مارتنيز باريس سان جيرمان عنده ميسي و مبابي و نايمار بارني ميونيخ مش قادر يتفع راتب ولكن كأنديت كورا محتاجة مهاجمين بارني ميونيخ بارني مقدار شهية فعلاتب و حتى في الكلام اللي كان موجود في تقارير صحافة سكايا المانية عن ليه هم مقرروا ما يجيبوش روناندو بسبب أولا سنه و الراتب و إن المدرب الفريق صغير و ما يتبقش يعمل انقسامات في غرفة من اللابس و خلافه فبارني اوبشن خارجي الابشن المنطقي الوحيد هو تشلسي اللي فعلا بيدور على ضافة عنصرين هجوميين للفريق مبين ستيرلينج و ديمبيلي و رفينيا يا مصرحية مصرحية خورخي ميندز و رونالدو عاملينها لأن الخبر النهاردة لما تسرب في كل الصحفيين الكبار نزلوا الخبر بصيغة تحس إن يا صيغة متألالهم يقولوها إزاي فحتى الصحفي فابريسي و رومانو الصحفي أشهر دلوقت صحفي في سؤال انتقالات بيتكلم إن رونالدو قبل غدارة منشستر إنه ماشي لو جالوا عرض مناسب لو جالوا عرض مناسب يعني رونالدو مقدرش يجيب عرض مناسب؟ أكيد يقدر يجيب عرض مناسب ده كان ضغط على أدارة منشستر ليه؟ لأنه هو توقع إن خمس صفقات موجودين منهم لعيبة منهم لعيبة مش من طموح كريستان رونالدو أو مش بالوعود اللي خده كريستان رونالدو إنه هو عايز الدوري نجيزي الموسم الجاي و كريستان رونالدو مش عايز يبني مشروع أو مش هستحمل بنا مشروع هو عايز لعيبة قوية فهو ضغط على الإدارة واعتقد إن إن أدارة منشستر رونالدو قالوا إن هم هيجتمع مع كريستان رونالدو بعد ما ينضم للفريق والاجتماع ده أعتقد إن هو يصفر عن زيادة ميزانية الانتالات وفيه لعيبة أكبر ممكن تنضم لمنشستر رونالدو وأعتقد إن باولو ديبالا ممكن يبقى لعيب يرضي كريستان رونالدو نعم